السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد كانت تمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير على خير وفي احسن احوال واشترككم برؤكا والله يدخل عليكم رمضا باش ما كتمنى ان شاء الله في الفيديو اليوم سوف نشارك معكم طريقة تحضير كنافة بالفول السوداني او بالكوكو معرفة المقادر والطريقة بالنسبة للمقادر لدي مئة وخمسين جرام للي قليته تقدره تقليه او تحمره اللي بغيته وطحنته في الاشوار يعني مطحنته شي مارا خليته مهر مشوية سوف نزيد عليه واحد الكاز السكر غراسي ومعه ملعقة كبيرة القرفة ونضيف عليهم مقدار ملاعق كبارين المزهر اولا ملعقة ونص ونزيد نصف ملعقة للزبدة ونزيد الملاعق كبارين للزيت سوف نخلطها جيدا حتى التجمع ونزيد ونزيد سوف نزيد سوف نزيد ونزيد 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 تماما حشوة البقلاوة المرتبة نحضر سوف نحتاج 500 جرام للشعير للقنافة سوف نقطعهم بالمقص او بيد لتفتتهم ماذا سوف نتأكد منه انهم تفتتين سوف نجلب واحد تقريبا كأس العنباء فيه نصف كأس زبدة مدوبة ونضيف نصف كأس زيت يعني انا عندي كأس مخلط بين الزيت والزبدة سوف نكب على شعر الكنفة ونخلط بها الطريقة نتأكد بان كاملة كاملة تيد او كاملة الزبدة سوف نجلب واحد سينية او مهم يعني المل او القالب او سوف نقن درد يدفق منه سوف نغطي القعد السينية كامل ونحاول نوزع الكنافة في مواطع كامل نوزع بعد مواطع حنين سوف نستمر بهذا نوزع الكنافة سوف نكمل السينية اللي عندي كاملة وغادي نخلي نصف المقدار باش نغط باش ننغاء من كوب الكوكو ونغطيه له من بعد ما عملنا نصف المقدار الكنافة في السينية سوف نبدأ نضغط عليه بهذا الطريق او نضغط عليه حتى نتأكد بانها يعني شبرت باش نكبع لها الكوكو سوف نجلب الكوكو اللي عندي وغادي نبدأ نوزع فوق الكنافة بشوية تنكملها الكمية اللي عندي وحتى هو كذلك غادي نضغط عليه بنفس الطريقة اللي عملت للكونافة غادي نضغط عليه مازيان باش مليك نجيو مليك طيب وكنعسلها وكنجيو باش نهزوها ما كتبقاش تفارق على بعضها يعني كتقم مجموعة اه وذيك طبقتك بقومة مسكين سوف غادي نكمل بنفس الطريقة بعد ما ما ضغطت على الكوكو او الفول السوداني جبس ذيك الكونافة رشيدة على هيدا وزعت فوق منه وضغطت عليها بنفس الطريقة اللي عملت في الأول سوف نبقى هيدا نضغط عليها مازيان سنتأكد بأنها مشبره بعضها ومن بعد ندخل المفرن وملي الطب ان شاء الله رجع معكم سوف هاي من بعد ما وجدت اه انا ما حدا بقى سخونة عندي العسل انا بردة عادية بحرارة المطبخ غادي نكبع لها وهي بقى سخونة يلا خرج السام الفورن غادي نكبع لها مزيان باش تشرب في تيك الساعة وغنخليها شوية وغادي نطلقها باش نقطعها ان شاء الله نطلقها نطلقها وغادي نطلقها او ساعة وغادي من بعد ما تشربت العسل مزيان ساعة نطلقها انا قطعتها مربعات اللي بغى يقطعها على شكل متلت يمكن لكم تقطعها على شكل متلت مزيونة مهم اي شكل بغيته قد قطعها صافيا قطعتها هذا الشكل هذا وده بغادي نوريكم كيف اجدت الشكل دياله من داخل كتجي الصراحة هاد الكنافة هاده كتجي رائعا بزف وخصوصا طبعا في رمضان كيجيوا هاده المعسلات في حاله هاده كيجيوا من احسن الحاجة في حاله هاده سهلة كتجي يعني اي وحيد يقدر يعمله اه مصعبة يعني مش صعبة وتن مكونات دياله صراحة اقتصاديين اه بالكوكا يعني سهلين واقتصاديين اه وتن مبتدئين يقدروا يعملوا هاده هاده الكنافة هاده سهلة بزف يعني ما فيها لا تلوية لا تلوية لا تا حاجة اه كتعدلها مرة واحدة وكتقطعها عادية وبالنسبة للحشوات تقدروا تعملوا اي حشوة في عطا الكوكا واللي ما كيبغيش الكوكا او اللي ما كيبغيش الفول السوداني تقدروا تعملوا في عطا اه الفوستق او اه او اللوز او القرقع اللي بغيتم انتو ملمدق اللي كيبغيش عملوه يعني تقدروا تعملوا بها الطريقة هادي من نفس المقادر وكل شي وتالي ما بغاش دي حلوة بزاف اقدر يحيت السكر مرة تخلي وغي العسل لان تال عسل يدخل في وسطة هي كتشرب العسل وصفي اه يكون هاد الفيديو هاده اليومين من الاعجاب ديالكم اذا اعجبكم ما تنسوش التغطير على زر الاعجاب واللي بقي مشتركش معي في القناة تشتركوا مرحبا بكم وفعلوا الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي ان شاء الله اه بالنسبة لنا تزين انا زين ثب اه بالبستج او الفوستق اه كل واحد يزينه باش ما كيبغي انا كان عندي شوية الفوستق زين ثبه اه وجهت صراحة مدق دياله جديد بالزر ما كانت تشبع شي وان شاء الله هنا نحاول ان شاء الله يا ربي نعدل معكم بزف تلوصفات تلقونا فان شاء الله هاد رمادا حاولوا تجربوها صراحة سهلة في التعدل دياله ومتاكد ها دي تعجبكم ان شاء الله هلا جربتوها وبهي دي نكون وصلنا النهاية الفيديو اليومة الى اللقاء في فيديو اخر وان شاء الله خليتكم على خير وشرككم بروكة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة